السلام عليكم ومساء الخير للجميع نستكمل اليوم دروس التفريق بين الكلمات المتقاربة الدرسنا اليوم The difference between good and will الفرق بين كلمة good جيد و will جيد طيب الكلمات هذه يسهل الخلط فيها لأن معانيها متقاربة لكن لازم تعرف أنه كلمة good صفة is an adjective بينما كلمة will is an adverb تعتبر حال والفرق بين الصفات وبين الحال أن الصفة تأتي قبل الأسماء قبل أسماء الأشخاص أسماء الأماكن أسماء الأشياء تأتي قبلها بالضبط نقول good man good woman رجل جيد ومرأة جيدة بينما will تأتي ركزين بعد الأفعال لأن هذا الفعل كان فعل جيد لكنها ما تأتي مع الأسماء أبدا وبالمثال يتضح المقال عندنا الآن مثالين وجملتين في الجملة الأولى نقول she is a good speaker وشوفوا كلمة speaker هي الكلمة المكتوبة بالخط الغليظ إنها متحدثة أو هي متحدثة جيدة speaker noun اسم she speaks well هي تتكلم بطريقة جيدة لاحظوا أن كلمة good أتت قبل كلمة speaker لأنها اسم هي صفة للإسم أنه متحدث جيد لكن لما جدت كلمة speaks هو يتحدث بخاصة أن أضفنا الاس عشان شي قبلها ولأنها فعل قلنا she speaks well هي تتحدث بشكل جيد نفس الفكرة بالضبط في الجملة الثانية this man هذا الرجل is a good cook طابخ أو طباخ ماهر he cooks well هو يطبخ بطريقة ممتازة أتمنى يكون الدرس بسيط وواضح وباقي تمرين بسيط لمن يحب أن يشارك ويحل سادع هذا هو التحدي أو هذا التمرين my friend always helps me she is a كذا friend هل هي good ولا will he plays soccer كذا he is on his school's team هل الجملة الثانية فيها كلمة good ولا كلمة will ترجمة نانسي قنقر